بسم الله الرحمن الرحيم، هذه حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية الجزء الخاص بالتكاملات أو الانتجرالز هنحلنا هارضا بإذن الله مسألة رقم 52 في هذه السلسلة وهي مسألة سهلة وحلناها في فيديو الشرح الذي ستجد أول شيء في الوصف هذا الفيديو لازم تكون سمعته لأنه نشرح فيه شيء اسمها الكنج بروبرتي أو القاعدة الذهبية وهتجدني قلت لك فيها لماذا سنستخدم القاعدة الذهبية في حل مسألة مثل هذه ويعني بالنظر كده حتى تجد الفكرة جاد في المقاعدة على طول أولا القاعدة الذهبية أو اللي هي الكنج بروبرتي بتسهل عليك الحل جدا ويتخلو لك يعني أبسط بكثير من لو حلتها يدوي طبعا لو حاولت تحل يدوي هتضرب بصة مقام في المرافق بتاعته يعني هتضربه في جزر اكس ناقص جزر تسعة ناقص اكس وهيطلع لك فوق جزور تانية فقابلني بقى لو عرفت تحلها هتطول معك جدا وهتلاقي نفسك الدهيئت كده ويعني يطلع لك بعهبه وقت منك في حينك لو ركزت ده تغامل محدود او لو جابه غير محدد يبقى اكبرك تحلها ان الليتكل او بشكل اللي هو يعني بشكل تقليدي من غير اي بروبرتي طبعا ده يتعبك لكن هنا جايبها لك بحدود يعني انت عرف على طول ان تيجي فكرة الكنج بروبرتي اصلا يا ابني هي مفيش منها كتير القاعدة دي مفيش منها كتير قاعدة الكنج بروبرتي او قاعدة الذهبية دي مشهورة جدا ومش واحدة من ضمن حاجات قليلة موجودة في مكانها فلازم تفكر فيها وانت بتحل التكاملات اللي محدودة لازم يعني وخاصة المنظر زي ده وخاصة ما يكون حاجتين شواء بعض كده على فكرة لقيت فوق جزر صين وتحت جزر صين زي جزر كوزين لو فكر المسألة دي ففكرنا في الكنج بروبرتي لقيت هنا جزر اكس وتحت جزر اكس وهنا تسعة ناقص اكس هعرفتك التسعة دي؟ هي مجموعة ستة والتلاتة كل دي يلفت نظرك اما هنقول ايه كينج بروبرتي بتنص على ايه؟ انك تعمل تعويضة تاخد مجموعة الحدين بتوع التكامل ناقص جديد على وريك ازاي فهي مسألة التعويض عادية خالص هنقول شريل اكس وحط مكانها وطبعا بنستبق الاحداث شوية هنقول مجموعة الحدين تسعة ناقص واي مثلا فنقول بقى لو روحنا نعوب بدا فوق هيطلع هنا جزر تسعة ناقص واي وتحت هنلاقي الاثنين دول فضله هم هم فضله هم بس بفرياب الجديد اللي هو واي فيبقى كده نقدر نجمع التكاملين ويطلع النتج ايه؟ قدما التكامل يطلع واحد صح كده؟ طيب يبقى ده نسميه اي نفس اللي عملها في المسائل اللي فاتت لازم تكون سمعتها سمعت مسائل قبل دي لا يفعش تكون دي اول واحدة يبقى كده دي اكس سالب دي واي الواي هتبقى الحدوب بتاعتها لما الاكس تكون بتلاتة حطت هنا تلاتة يطلع لك الواي بكام بستة ولما الاكس تكون بستة هتطلع لك الواي بكام بتلاتة الله علينا طيب السؤال بعد ما عملت التعويضة دي ورجعت شلت كله وحطيت بتلاتة الواي هل تقيمت التكامل اختلفت؟ لا سيظل اي كما هو اسمه اي برده دعنا نكتب بقى اي تساوي تكامل بس المرة دي من ستة لتلاتة تحسوا رايح يقابل ايه؟ ايه يقابل حد في السينواء حتب من ستة لثلاتة وهذا جزر الاكس تنامت experienced quantا فرضناها؟ بـ9 نقص واي يبدأ جزر 9 نقص واي على جزر الاكس تنامت جزر 9 نقص واي � tribunal ساتب جزر 9 نقص Northeast prime后 نقص black chezarna 9 نقص ñ northeast coming the list becomes m الت lesbian space يعني جزر ده كله بدي الجزر واي فقط جزر واي فقط طب واي اضطيه apple f 얼마� зайبر والسالب السالب يقلبك الحدود نفس كل مسألة هذا أنا أزهقت طيب قلنا بكده قاعدة سهلة قوي ما فيهاش قاعدة أصلا أنك تقدر تغير اسم الفريابل في التكامل كله كما تشاء سميه X سميه عماد سميه إبراهيم أي حاجة ما حصلش أي حاجة على فكرة كده التكامل ده شبه جدا التكامل الأولاني الأصلي الفرق بس في البسط المقام هو هو أقدر أجمع التكاملين أقول بجمع التكاملين أديني 2i ده الطرف الشمال بيساوي تكامل من 3 ل 6 تحت المقام هو هو جزر X زائل جزر 9 نقس X ودي X فوق بقى هيبقى إيه جزر X زائل جزر 9 نقس X إيه ده جمعنا البسطين بس كده شفت العظمة في الخاصية دي أنجزت لك التكامل في ثانية طب ما ده هو ده وديهم مع بعض حاجة على نفسها يديك تكامل واحد اللي شايف المسائل اللي فاتت اللي فاتت حسن الحل الروتيني جدا خلاص زهقنا طيب نكامل ازاي تكامل واحد بX عابل فون أس عابل تحت يدي لك 6 نقس 3 يعني 3 يبقى i الواحدة ب3 على الاتنين الى دي اللي هي مين التكامل بتاعنا اللي هو سواء ده كان ممكن يجيلك السؤال ده او ده هو هو الاتنين دول التكاملين هم وهم نفس القيمة والاتنين بيساوي 3 على الاتنين مش متأكد والله برضو لن تعال نشوف سان شاء الله الحل صح هيتلع غلط لي حط فوق هنا جزر X احاول الانجليزي X امسح 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 بسرعة 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 عايزة اقوم افتر اصلا جزر X زائد جزر اخر احط اي ده جزر اخر حط تحته 9 ناقص X والحدود اقعد انسى من 6 او من 3 ل 6 اقعد انسى اقعد انسى من 3 ل 6 اقعد انسى سيقولك النتج باذن الله 3 على الاتنين اللي هي 1 ونص ومدي لك لازمة الكيرفر بتاعها ويعني ولا 4 اقعد ان تفكر ان الكنج بروبرتي لها علاقة بشكل التكامل بتاعك او شكل الاريا لا ملاش هي علاقة هي طريقة رياضية للحل ليس الا طريقة حيلة رياضية لكن التكامل برا يبقى شكله زي ما يبقى شكله براحتك بس كده خلصنا المسألة لو انت استفدت قل لي في التعليقات انت قبل الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو كنت عايز ان اطول في كل فيديو من دول اكتر من كده عيني مش شايف لده مبرر قل لي تحت لاني انا ببني معاك هرم دلوقتي عشان كده ببنبه كل حلقة ان يكون الشخص يستمع من البداية لان انا مش منزل زي الاجانب بالذات مش منزل فيديوهات فرط انا ببني معاك مهارة حل المشكلات تدريجيا فيفضل اعتبرها كورس اسمعه من اول والاخر ربنا معاك السلام عليكم اشتركوا في القناة